اربعة عقود تقريبا من النشاط المتعدد الجبهات والأوجه وتاريخ طويل من العمليات الأمنية والعسكرية انهم الباسدران او الحرس الثوري الايراني الذي تقول احدث تقارير المراكز الحقوقية الاوروبية انهم ينشطون في اربع عشرة دولة على الاقل ويؤدون مهامهم بما لا يختلف عن اي تنظيم ارهابي في العالم في ملفنا الخاص الليلة سنبحث حقيقة هذه الميليشيات التي اوجدت بشعار تصدير الثورة ومارست نشاطها داخليا وخارجيا بمنطق الاحتواء واسلوب الترهيب ليست الصور احتفاءا بدفعة جديدة لجيش النظامي ولا هي استعراض في يوم سيادي فيما تعكسه فقط وجوه تخلف اخرى في الدور والمهمة منذ ثمانية وثلاثين عاما بالباسدران او حرس الامام يعرفون والاسم الرسمي هو الحرس الثوري الايراني تختلف التقديرات بشأن اعدادهم وتتفق على انها فوق المئة الف في مثل هذا الشهر من العام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين كانت ولادتهم من رحم ثورة اطاحت بنظام الشاه وخافت من ولاء غير مضمون للجيش فكانهم وبعد ثمانية وثلاثين عاما على تلك الولادة غدوا المنظمة الاكثر تخريبا للمنطقة واصحاب نفوذ يفوق نفوذ الدولة الايرانية انشطتهم الارهابية كانت مضمونة دراسة لمنظمتين حقوقيتين تحت عنوان الدور المدمر للحرس الثوري الايراني في الشرق الاوسط دور يظهر بعضا من باع طويل لحرس خارج مهمة الحراسة صدروا اسلحتهم ومتفجراتهم الى اربع عشرة دولة في المنطقة تدخلوا مباشرة في شؤون ثمانية منها نشاطهم الارهابي شمل ثلاث عشرة دولة من اصل اربع عشرة ومراكز تدريب مرتزقتهم بلغت اربعة عشر مركزا ووزعت حسب الجنسيات ونوع التدريب بلغ عدد عملائهم عام الفين وسبعة اثنين وثلاثين الف عميل في العراق فقط حيث اسسوا ميليشيات الحشد الشعبي واعتبروا حلها خطا احمر سبعون الفا قدر عدد قوات ميليشياتهم التي عملت في سوريا قضى منهم عشرة الاف بينهم الف وخمسمائة من الحرس نفسه في البلاد التي اعتبروها المقاطعة الخامسة والثلاثين لايران انتدت ذراعهم الى اليمن حين تعذر عليهم تحقيق طموح الدخول الى النادي النووي فكانوا بحاجة لتوجيه الانظار الى امكنة اخرى افرز ميليشيات الحوثي على غرار ميليشيات حزب الله اللبناني وتم تدمير اركان الدولة كانت دول الخليج العربي هدفا دائما لخلياهم التي يتواصل كشفها تباعا وبلغ التدخل ذروته في البحرين التي خصص لها خامنائي حيزا في سبعة عشر خطابا بين مارس 2011 ويونيو 2012 دور يجد اسسه في صلب مثاق الحرس الثوري نفسه حيث تتحدث مادته الاولى عن قوى شعبية من الضروري تنظيمها جميعها تحت ولاية الفقيه وتعزيز البنية الدفاعية للجمهورية الاسلامية بالتعاون مع القوات المسلحة الايرانية سياغة تبدو فيها القوات المسلحة ملحقا والحرس الثوري الاصل في فهم يتسق تماما مع اركان كيان الجمهورية الاقرب الى شكل المنظمة منها الى الدولة التي قال الخمين ذات مرة انها لما كانت لو لا الحرس ومعنا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي دكتور حسن هشميان اهلا بك عبر سكاينيوز عربية يعني هذه المنظمات الحقوقية التي تصف الحرس الثوري ايراني بانه المنظمة الاكثر تخريبا في العالم وتبعنا هذه الارقام هل سيعود ذلك مكان ناد به الرئيس الامريكي الجديد بادراج الباسدران على لائحة المنظمات الارهابية نعم تحية لكم نعم قبل ايام طرح هذا الموضوع بشد اولا في الحكومة الجديدة الامريكية وثم انتغل الكونغرس وهناك كانت مباحثات حول هذا الموضوع ولكن بعد مدة تراجع البحث حول وضع الحرس الثوري على غائمة الارهاب لان هناك كما تحدثوا خبراء في داخل الكونغرس الامريكي وايضا مؤسسات امنية في الولايات المتحدة هناك ربما مخاوف من الهجوم على الغوات الامريكية في العراق ومكانات اخرى وقالوا انهم في هذه المرحلة يرجحون الغضية الى وقت اخر لان هذا الموضوع يحتاج الى دراسة ولكن الحرس الثوري هو مؤسسة ارهابية تعمل على الارهاب وتعليم الارهاب وتصدير الارهاب وهذا موجود في الداخل الايراني يعني الان سيطرت كاملا على الاقتصاد الايراني الاقتصاد الايراني في الواجهة هناك نرى حسن الروحاني والشركات التي نعرفها وأيضا هناك بعض المؤسسات التي ترفع على مثلا النشاط السلمي ولكن في الخفاة وفي البنية الأساسية للاقتصاد الايراني يكمن هناك الحرس الثوري هو الذي موجود في صميم الاقتصاد يعني انا اعطيك مثال الشركات الايروبية التي هرولت اخيرا الى ايران بعد الاتفاقية النووية الانفتاح على الاقتصاد الايراني كانت تعقد عقود اقتصادية غير مباشرة مع الحرس الثوري لأن الحرس الثوري يملك 812 شركة وفقا الى موغع خاتم الاقتصادي هذا الموغع المتعلق في الحرس الثوري خطورة هذا التعاون نعم خطورة هذا التعاون وهذه الأذرع إن كان داخل ايران في الاقتصاد كيف ستنظر اليها واشنطن اليوم في العقود الثلاثة الاولى من عام 1979 وحتى يعني العقد الماضي كنا نتابع عمليات اغتيال محاولات تفجير خطف طائرات أما اليوم اذرع الحرس الثوري في اليمن في البحرين في سوريا في لبنان والعراق وتبعنا في التقرير هذه السيطرة وخلق هذه الميليشيات في كل الدول نعم أنا أعتقد أن هناك غناعة كاملة في الحكومة الجديدة الأمريكية بأن هذه الميليشيات وهذه المنظمات الإرهابية هي خطرا على الولايات المتحدة وعلى أمن الولايات المتحدة وعلى دور الولايات المتحدة في المنطقة ولكن الاختلاف الموجود في الولايات المتحدة حول تعاطي مع هذه المنظمات ترجع إلى الخطر المكمن في هذه المنظمات فعليا وفي الوقت القصير أو في الآونة الحالية على الولايات المتحدة والقوات الولايات المتحدة الموجودة في الشرق الأوسط من هذا المنطلق هناك لا خلاف بأن الحرس الثوري هي منظمة إرهابية ولكن الخلاف كيف نتعامل وكيف نواجه حتى لا نصل إلى هناك ضرار كبيرة بالقوات الأمريكية والمصالح الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط الآن الكونغرس والمؤسسات الأمنية والعسكرية في الولايات المتحدة تبحث هذا الموضوع كيف يمكن تعامل مع أخطار الحرس الثوري الإيراني بأغل تكاليف وإذا وصلت إلى صيغة في هذا الموضوع أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ستعلن هذه الصيغة وستركز عليها وستدعو إلى الحلفاء للتعاون في هذه الصيغة لمواجهة الحرس الثوري وأذنى بالحرس الثوري في المنطقة ولكن حتى الآن هناك مرونة في التعاطي نتابع الاستفدازات في مياه الخليج هذا الخطاب العالي النبرة جدا والاتهامات المباشرة إن كان الإدارة الأمريكية الحالية وأيضا لرفض ترامب الاتفاق النووي هل سنتابع ستستمر هذه السلاسة وهذه النعومة في الديبلوماسية الأمريكية هذه النبرة تحتاج إلى خطوات عملية بتقديري أن هناك مرحلة جدا مهمة في التعامل الأمريكي مع إيران وهو يرجع إلى وضع حرس الثوري على غائمة الإرهاب هناك كان نشاط من قبل الحكومة الأمريكية وأيضا هناك بعض التحرك كانت في الكونغرس حول هذا الموضوع ووصلوا إلى هذا الموضوع إلى ساحة الكونغرس وخاصة اللجيان الأمنية لبحث هذا الموضوع ولكن بعدين رأينا هناك تراجع باعتقد الخطوة المهمة هي وضع الحرس الثوري على غائمة الإرهاب إذا هم استطاعوا أن يضعون هذا التنظيم الإرهابي على غائمة الإرهاب يستطيعون إبعاده عن الاقتصاد الإيراني لأن في الظروف الحالية الحكومة الإيرانية لا تستطيع إبعاد الحرس الثوري وسيطرته على الاقتصاد الإيراني إذا وضعوا الحرس الثوري على غائمة الإرهاب أعتقد أن الحكومة الإيرانية ستستطل إبعاده عن النشاط الاقتصادي إذا ابتعد الحرس الثوري عن النشاط الاقتصادي لا يستطيع توميل كل هذه المنظمات الإرهابية في المنطقة لا يستطيع توميل الحوثيين ولا حسن نصر الله ولا جماعته في سوريا والمليشيات الباكستانية والفاقانية والعراقية ولا ما شبه ذاك من هذا المنطلق أنا أعتقد إذا تم وضع الحرص الثوري على قائمة الإرهاب من جانب الولايات المتحدة هناك ستكون خطوة عملية تجاه مواجهة هذا التنظيم الإرهابي. انظروا إلى فيلغ الغوز فقط. فيلغ الغوز يدفع رواتب شهريا 100 مليون دولار. يعني تعرفون أن فيلغ الغوز ليس لديه نشاط في داخل إيران. كل نشاطات فيلغ الغوز متمركزة في دول الخليج في اليمن في لبنان في العراق ومكانات أخرى. من هذا المنطلق إذا تم وضع الحرص الثوري على قائمة الإرهاب. طبعا فيلغ الغوز لا يستطيع دفع كل هذه الغوز سيواجه مشكلة. بتقديري وضع الحرص الثوري على قائمة الإرهاب الأمريكية ستكون نقطة مفصلية لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي في المنطقة. من واشنطن الكاتب والباحث السياسي دكتور حسن هاشميان. شكرا جزيلا لك. وتتابعونا معنا بعد قليل. الأكثر تدولا في عالم التواصل الاجتماعي. ترجمة نانسي قنقر